بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في هذا الدرس يصف القرآن العظيم في الآيات من 110 إلى 117 من آل عمران يصف الأمة المسلمة لنفسها ليعرفها مكانتها وقيمتها وحقيقتها ثم يصف لها أهل الكتاب ولا يبخسهم قدرهم إنما يبين حقيقتهم ويطمعهم في ثواب الله وخيره ويطمئن المسلمين من جانب عدوهم فهم لن يضروهم في كيدهم لهم وقتالهم ولن ينصروا عليهم وللذين كفروا منهم عذاب النار في الآخرة لا ينفعهم فيه ما أنفقوا في الحياة الدنيا بلا إيمان ولا تقوى وفي ذلك يقول ربنا عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلون من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم إن شطر الآية الأول في هذه المجموعة من الآيات يضع على كاهل الجماعة المسلمة في الأرض واجبا ثقيلا بقدر ما يكرم هذه الجماعة ويرفع مقامها ويفردها بمكان خاص لا تبلغ إليه جماعة أخرى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إن التعبير بكلمة أخرجت المبني لغير الفاعل تعبير يلفت النظر وهو يكاد يشي باليد المدبرة اللطيفة تخرج هذه الأمة إخراجا وتدفعها إلى الظهور دفعا من ظلمات الغيب ومن وراء الستار السرمدي الذي لا يعلم ما وراءه إلا الله إنها كلمة تصور حركة خفيفة المصرى لطيفة الدبيب حركة تخرج على مصرح الوجود أمة أمة ذات دور خاص لها مقام خاص ولها حساب خاص كنتم خير أمة أخرجت للناس وهذا ما ينبغي أن تدركه الأمة المسلمة لتعرف حقيقتها وقيمتها وتعرف أنها أخرجت لتكون طليعة ولتكون لها القيادة بما أنها هي خير أمة والله يريد أن تكون القيادة للخير لا للشر في هذه الأرض ومن ثم لا ينبغي لها أن تتلقى من غيرها من أمم الجاهلية إنما ينبغي دائما أن تعطي هذه الأمة مما لديها وأن يكون لديها دائما ما تعطيه ما تعطيه من الاعتقاد الصحيح والتصور الصحيح والنظام الصحيح والخلق الصحيح والمعرفة الصحيحة والعلم الصحيح هذا واجبها الذي يحتمه عليها مكانها وتحتمه عليها غاية وجودها واجبها أن تكون في الطليعة دائما وفي مركز القيادة دائما ولهذا المركز تبعاته فهو لا يؤخذ ادعاء ولا يسلم لها به إلا أن تكون هي أهلا له وهي بتصورها الاعتقاد وبنظامها الاجتماع أهل له فيبقى عليها أن تكون بتقدمها العلم وبعمارتها للأرض قياما بحق الخلافة أهلا له كذلك ومن هذا يتبين أن المنهج الذي تقوم عليه هذه الأمة يطالبها بالشيء الكثير ويدفعها إلى السبق في كل مجال لو أنها تتبعه وتلتزم به وتدرك مقتضياته وتكاليفه وفي أول مقتضيات هذا المكان أن تقوم على صيانة الحياة من الشر والفساد وأن تكون لها القوة التي تمكنها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهي خير أمة أخرجت للناس لا عن مجاملة أو محاباه ولا عن مصادفة أو جزاف تعالى الله عن ذلك كله علوا كبيرا وليس توزيع الإختصاصات والكرامات كما كان أهل الكتاب يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه كلا إنما هو العمل الإيجابي لحفظ الحياة البشرية من المنكر وإقامتها على المعروف مع الإيمان الذي يحدد المعروف والمنكر وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فهو النهوض بتكاليف الأمة الخيرة بكل ما وراء هذه التكاليف من متاعب وبكل ما في طريقها من أشواك إنه التعرض للشر والتحريض على الخير وصيانة المجتمع من عوامل الفساد وكل هذا متعب شاق ولكنه كذلك ضروري لإقامة المجتمع الصالح وصيانته ولتحقيق الصورة التي يحب الله أن تكون عليها الحياة ولا بد من الإيمان بالله ليوضع الميزان الصحيح للقيم والتعريف الصحيح للمعروف والمنكر فإن اصطلاح الجماعة وحده لا يكفي فقد يعم الفساد حتى تضطرب الموازين وتختل ولا بد من الرجوع إلى تصور ثابت للخير والشر وللفضيلة والرذيلة وللمعروف والمنكر يستند إلى قاعدة أخرى غير اصطلاح الناس في جيل من الأجيال وهذا ما يحققه الإيمان بإقامة تصور صحيح للوجود وعلاقته بخالقه وللإنسان وغاية وجوده ومركزه الحقيقي في هذا الكون ومن هذا التصور العام تنبثق القواعد الأخلاقية ومن الباعث على إرضاء الله وتوقي غضبه يندفع الناس لتحقيق هذه القواعد ومن سلطان الله في الضمائر وسلطان شريعته في المجتمع تقوم الحراسة على هذه القواعد كذلك ثم لا بد من الإيمان أيضا ليسلك الدعاة إلى الخير الآمرون بالمعروف أن ناهون عن المنكر أن يمضوا في هذا الطريق الشاق ويحتملوا تكاليفه وهم يواجهون طاغوت الشر في عنفوانه وجبروته ويواجهون طاغوت الشهوة في عرامتها وشدتها ويواجهون هبوط الأرواح وكلل العزائم وثقلة المطامع وزادهم هو الإيمان وعدتهم هي الإيمان وسندهم هو الله وكل زاد سوى زاد الإيمان ينفد وكل عدة سوى عدة الإيمان تفل وكل سند غير سند الله ينهار وقد سبق في السياق الأمر التكليفي للجماعة المسلمة أن ينتدب من بينها من يقومون بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أما هنا فقد وصفها الله سبحانه بأن هذه صفتها ليدلها على أنها لا توجد وجودا حقيقيا إلا أن تتوافر فيها هذه السمة الأساسية التي تعرف بها في المجتمع الإنساني فإما أن تقوم بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الإيمان بالله فهي موجودة وهي مسلمة وإما أن لا تقوم بشيء من هذا فهي غير موجودة وغير متحققة فيها صفة الإسلام وفي القرآن الكريم مواضع كثيرة تقرر هذه الحقيقة ندعها لمواضعها وفي السنة كذلك طائفة صالحة من أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته نقتطف بعضها عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم وواكلوهم وشاربوهم فضرب الله تعالى قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وسليمان وعيسى بن مريم ثم جلس وكان متكئا فقال لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا أي تعطفوهم وتردوهم وعن خذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم وعن عرص بن عميرة الكندي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فأنكرها كمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها كمن شهدها وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله وغيرها كثير وكلها تقرر أصالة هذه السمة في المجتمع المسلم وضروراتها لهذا المجتمع أيضا وهي تحتوي مادة توجيه وتربية منهجية ضخمة وهي إلى جانب النصوص القرآنية زاد نحن غافلون عن قيمته وعن حقيقته ثم نعود إلى الشطر الآخر من الآية الأولى في هذه المجموعة ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون وهو ترغيب لأهل الكتاب في الإيمان فهو خير لهم خير لهم في هذه الدنيا يستعصمون به من الفرقة والهللة التي كانوا عليها في تصوراتهم الاعتقادية والتي ما تزال تحرمهم تجمع الشخصية إذ تعجز هذه التصورات عن أن تكون قاعدة للنظام الاجتماعي لحياتهم فتقوم أنظمتهم الاجتماعية ومن ثم على غير أساس عرجاء أو معلقة في الهواء ككل نظام اجتماعي لا يقوم على أساس اعتقادي شامل وعلى تفسير كامل للوجود ولغاية الوجود الإنساني ومقام الإنسان في هذا الكون وخير لهم في الآخرة يقيهم ما ينتظر غير المؤمنين من مصير ثم هو بيان كذلك لحالهم لا يبخص الصالحين منهم حقهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون وقد آمن من أهل الكتاب جماعة وحسن إسلامهم منهم عبد الله بن سلام وأسد بن عبيد وثعلبة بن شعبة وكعب بن مالك وإلى هؤلاء تشير الآية هنا بالإجمال وفي آية تالية بالتفصيل أما الأكثرون فقد فسقوا عن دين الله حين لم يفو بميثاق الله مع النبيين أن يؤمن كل منهم بأخيه الذي يجيء بعده وأن ينصره وفسقوا عن دين الله وهم يأبون الاستسلام لإرادته في إرسال آخر الرسل من غير بني إسرائيل واتباع هذا الرسول وطاعته والاحتكام إلى آخر شريعة من عند الله أرادها للناس أجمعين ولما كان بعض المسلمين ما يزالون على صلاة منوعة باليهود في المدينة ولما كانت لليهود حتى ذلك الحين قوة ظاهرة عسكرية واقتصادية يحسب حسابها بعض المسلمين فقد تكفل القرآن بتهوين شأن هؤلاء الفاسقين في نفوس المسلمين وإبراز حقيقتهم الضعيفة بسبب كفرهم وجرائمهم وعصيانهم وتفرقهم شيعا وفرقا وما كتب الله عليهم من الذلة والمسكنة لن يضروكم إلا أذاء وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون بهذا يضمن الله للمؤمنين النصر وسلامة العاقبة ضمانة صريحة حيثما التقوا بأعدائهم هؤلاء وهم معتصمون بدينهم وربهم في يقين لن يضروكم إلا أذاء وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون فلن يكون ضررا عميقا ولا أصيلا يتناول أصل الدعوة ولن يؤثر في كينونة الجماعة المسلمة ولن يجليها من الأرض إنما هو الأذى العارض في الصدام والألم الذاهب مع الأيام فأما حين يشتبكون مع المسلمين في قتال فالهزيمة مكتوبة عليهم في النهاية والنصر ليس لهم على المؤمنين ولا ناصر لهم كذلك ولا عاصمة من المؤمنين ذلك أنه قد ضربت عليهم الذلة وكتبت لهم مصير فهم في كل أرض يذلون لا تعصمهم إلا ذمة الله وذمة المسلمين حين يدخلون في ذمتهم فتعصم دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وتنيلهم الأمن والطمأنينة ولم تعرف يهود منذ ذلك الحين الأمن إلا في ذمة المسلمين ولكن يهود لم تعاد أحدا في الأرض عداءها للمسلمين وباءوا بغضب من الله كأنما رجعوا من رحلتهم يحملون هذا الغضب وضربت عليهم المسكنة تعيش في ضمائرهم وتكمن في مشاعرهم ولقد وقع ذلك كله بعد نزول هذه الآية فما كانت معركة بين المسلمين وأهل الكتاب إلا كتب الله فيها للمسلمين النصر ما حافظوا على دينهم واستمسكوا بعقيدتهم وأقاموا منهج الله في حياتهم وكتب لأعدائهم المذلة والهوان إلا أن يعتصموا بذمة المسلمين أو أن يتخلى المسلمون عن دينهم ويكشف القرآن عن سبب هذا القدر المكتوب على يهود فإذا هو سبب عام يمكن أن تنطبق آثاره على كل قوم مهما تكن دعواهم في الدين إنه المعصية والاعتداء ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فالكفر بآيات الله سواء بإنكارها أصلا أو عدم الاحتكام إليها وتنفيذها في واقع الحياة وقتل الأنبياء بغير حق وقتل الذين يأمرون بالقصط من الناس كما جاء في آية أخرى في الصورة والعصيان والاعتداء هذه هي المؤهلات لغضب الله وللهزيمة والذلة والمسكنة وهذه هي المؤهلات التي تتوافر اليوم في البقايا الشاردة في الأرض من ذرار المسلمين الذين يسمون أنفسهم بغير حق المسلمين هذه هي المؤهلات التي يتقدمون بها إلى ربهم اليوم فينالون عليها كل ما كتبه الله على اليهود من الهزيمة والذلة والمسكنة فإذا قال أحدهم لماذا نغلب في الأرض ونحن مسلمون فلينظر قبل أن يقولها ما هو الإسلام ومن هم المسلمون ثم يقول وإنصافا للقلة الخيرة من أهل الكتاب يعود السياق عليهم بالاستثناء فيقرر أن أهل الكتاب ليسوا كلهم سواء فهناك المؤمنون يصور حالهم مع ربهم فإذا هي حال المؤمنين الصادقين ويقرر جزاءهم عنده فإذا هو جزاء الصالحين ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين وهي صورة وضيئة للمؤمنين من أهل الكتاب فقد آمنوا إيمانا صادقا عميقا وكاملا شاملا وانضموا للصف المسلم وقاموا على حراسة هذا الدين آمنوا بالله واليوم الآخر وقد نهضوا بتكاليف الإيمان وحققوا سمة الأمة المسلمة التي انضموا إليها خير أمة أخرجت للناس فأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وقد رغبت نفوسهم في الخير جملة فجعلوه الهدف الذي يسابقون فيه فصارعوا في الخيرات ومن ثم هذه الشهادة العلوية لهم أنهم من الصالحين وهذا الوعد الصادق لهم أنهم لن يبخسوا حقا ولن يكفروا أجرا مع الإشارة إلى أن الله سبحانه علم أنهم من المتقين وهي صورة ترفع أمام الراغبين في هذه الشهادة وفي هذا الوعد ليحققها في ذات نفسه كل من يشتاق إلى نورها الوضيع في أفقها المنير هذا في جانب وفي الجانب الآخر الكافرون الكافرون الذين لن تنفعهم أموالهم ولا أولادهم ولن تنفعهم نفقة ينفقونها في الدنيا ولن ينالهم شيء منها في الآخرة لأنها لم تتصل بخط الخير الثابت المستقيم الخير المنبثق من الإيمان بالله على تصور واضح وهدف ثابت وطريق موصول وإلا فالخير نزوة عارضة لا ثبات لها وجنوح يصرفه الهوى ولا يرجع إلى أصل واضح مدرك مفهوم ولا إلى منهج كامل شامل مستقيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون وهكذا ترتسم هذه الحقيقة في مشهد ينبض بالحركة ويفيض بالحياة على طريقة التعبير القرآني الجميل إن أموالهم وأولادهم ليست بمانعتهم من الله ولا تصلح فدية لهم من العذاب ولا تنجيهم من النار وهم أصحاب النار وكل ما ينفقونه من أموالهم فهو ذاهب هالك حتى ولو أنفقوه فيما يظنونه خيرا فلا خير إلا أن يكون موصولا بالإيمان ونابعا من الإيمان ولكن القرآن لا يعبر هكذا كما نعبر إنما يرسم مشهدا حيا نابضا بالحياة إننا ننظر فإذا نحن أمام حقل قد تهيأ للإخصاب فهو حرث ثم إذا العاصفة تهب إنها عاصفة باردة ثلجية محرقة تحرق هذا الحرث بما فيها من صر واللفظة ذاتها كأنها مقذوف يلقى بعنف فيصور معناه بجرسه النفاذ وإذا الحرث كله مدمر خراب إنها لحظة يتم فيها كل شيء يتم فيها الدمار والهلاك وإذا الحرث كله يباد ذلك مثل ما ينفق الذين كفروا في هذه الدنيا ولو كان ينفق فيما ظاهره الخير والبر ومثل ما بأيديهم من نعم الأولاد والأموال كلها إله هلاك وفناء دون ما متاع حقيقي ودون ما جزاء وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون فهم الذين تنكبوا المنهج الذي يجمع مفردات الخير والبر فيجعلها خطا مستقيما ثابتا واصلا له هدف مرسوم وله دافع مفهوم وله طريق معلوم فلا يترك للنزوة العارضة والرغبة الغامضة والفلتة التي لا ترجع إلى منهج ثابت مستقيم هم الذين اختاروا لأنفسهم الشرود والضلال والإنفلات من عصبة الحبل الممدود فإذا ذهب عملهم كله هباء حتى ما ينفقونه فيما ظاهره الخير وإذا أصاب حرثهم كله الدمار فلم يغن عنهم مال ولا ولد فما في هذا ظلم من الله تعالى لهم إنما هو ظلمهم لأنفسهم فيما اختاروه لأنفسهم من تنكب وشرود وهكذا يتقرر أن لا جزاء على بذل وأن لا قيمة لعمل إلا أن يرتبط بمنهج الإيمان وإلا أن يكون باعثه الإيمان يقول الله هذا ويقرره فلا تبقى بعده كلمة لإنسان ولا يجادل في هذا القرار إلا الذين يجادلون في آيات الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة